سلام الله عليكم أعزائي سلاميات سنة أولى متوسط أهلا بكم في درس جديد أعزائي زوار قناة الجدد أرحب بكم شرفتوني نورتوني في القناة ما تنسافش إخواتي من فضلكم الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد كل الدروس وتعمل فائدة على الجميع وكذلك تساهموا في نشر القناة تابعوا معي اليوم صفحة رقم 98 لي attentivement المترجم الأشتراك في القناة المترجم الأشتراك في القناة سن المترجم الأشبال يوجد لي بلداني في تركيا وكذلك تنبت من صفحة رقم 9 لا يوجد أشبالي وحيوانات على وجه الأرض أشبالي لا يمكن تخطر يعني أنهم يمكنهم أن يكون لده فوقا. Le soleil nous donne sa lumière et sa chaleur. الشمس تعتين دو اها و حرارسها. Mais la lumière du soleil est très forte et qu'elle risque d'abîmer les yeux de la personne qui fixe le soleil même avec des lunettes de soleil. لكن دو الشمس و جدا و هي يعني تو تلف أو تم رد أعين الأشخاص الذين يبقون ينظرون إليها يعني الناس يبقوا يشوفوا بزاف مع le soleil راح للزيو تحم أو الأعين تحم راح تمرض même avec des lunettes du soleil يعني حتى لو كان يرتدي الشخص نظار شمسية الأعين تع يعني هذيك الأشياء القوية ما هش ملي حالي ست لميار يكم بزاف دو ست كله كو لن بزاف تنجي لحس كو الأرقان سيال أبري أبري الأبري هذي الدوء أو دوء الشمس يزا كو من سبع ألوان يعني يعني يمكن أن نلاحظ عندما يظهر أبا يظهر لغ كو سيال هي قوس قزح بعد سقوط الأمطار يعني هذي الألوان سنلاحظوها بعد سقوط المطار يعني وجي أشعة الشمس سنلاحظو هذيك الألوان سنلاحظوها قوس قوس قزح لغ كو سيال هذف ما يخص أعزائي ترميد هم يدهبونا في الألوستورة يعني هذا هو عنوان هذا لبوام يعني كما تشفو معي هنا لدينا قصيدة لي الشاعر أو الكاتب مالك حدد تبا معي نقرام عباد يل وان دان لغ 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 وان لغ لغ سي بغ هم يدهبونا في الألوستورة وان الألوستورة سفتحو دراعيها وان يل سن ده وان هم أصباحو يعني قطعا منا جزميني ومنا منا روحي voilà جن رأي جميع مان 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 سيديقى اللذي يعملو في المنجم المنجم مان اللذي يعمل في المنجم سن سورير إكلاير سن رجل دام امير توم مان 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 سن جزار وان آخر ان استاد أو المعالي وبالتالي هذا فيما يخص أعزائي تراميد عن السلطاني نتمنى تكون فهمتوه يعني نفهموه أبقى المعنى يعني القصائد من قدوش نشرحوها كلمة بكلمة لأنه يعبارة عن مجموع من الأفكار voilà texte numéro 3 لنرغي دونو ديشت التاقى يعني من نفاياتنا la plupart الل nhất hatمنا wir نفاياتنا نحن ببقيت folk المحادل بعد ديشتنا exploit يعني إن كيشة أو نفاياتنا التي يعني ينتجها الانسان أو التي تنتجها عن حساب ال해 التي CONقوصد العنسان بخلاف يعني المواد المعدنية والزوجاج المتال هي المعدن والفر هي الزجاج يمكن أن تكون أو تحرق و تستعمل كبديل التاقة يعني في عوض رميها En Suède, par exemple, une ville se chauffe déjà grâce à de l'eau provenant d'une usine de traitement des déchets يعني في السويد كمثال مدينة بأكملها يعني تسخن أو يعني كما قولوا تستعمل الطاقة الحرارية بفضل المياه التي تأتي من المصانع إعادة أو معالجة النفايات يعني في السويد كهنا مدينة بأكملها تستخرج طاقتها الحرارية من المصنع الذي يحاول الكماما d'autres pays ont établi des projets de construction de centrales électriques à partir de déchets في بلدان أخرى انشاءو يعني مشاريع لبناء وحدات انتاج التاقة الكهربائية centrales électriques وحدات انتاج التاقة الكهربائية انتلاق المنا انفايات cela permet d'économiser de l'énergie هذا يسمح لنا بالاقتصاد في الطاقة هنا لدينا مصدر النص كالعادة يعني نرجع عليه وفيما يخص النص هو يتحدث عن إعادة استغلال أو إعادة تحويل النفايات واستخراج الطاقة منها يعني نقدر نستخرج منها طاقة حرارية ويمكن أننا نستخرج منها الطاقة الكهربائية يعني هذا فيما تحدث عنه هذا النص voilà رح ننتقل للصفحة الموالية يعني نشرحو الأسئلة ونفهمو أنها النصص أكثر تابعوا معي أعزائي تلميذ صفحة رقم 99 Je verifie ma comprehension di text Numero 1 Repond en cochant la bonne case يعني نجي بوضع علامة X في الخانة المناسبة كما تعودنا على هذا النوع من الجداول يعني chaque seance رح نلقوا هذا النوع تاع الجداول باش نفهم مليح النصص وكذلك الموضوع تاع الوحدة voilà كما شفنا في يعني دروس سابقة يعطينا هذا الجداول مجموعة من الأفكار العامة وهنا text 1, text 2, text 3 وحنا يعني قرينا النص أو النصص رح نحط العلامة أمام الفكرة المناسبة أو الفكرة التي يتحدث عنها النص هذا هو معنى هذا الجدول شوفوا معي هنا dans le text il sagit de personage fictif يعني شخصيات أستورية أو خيالية عندنا text 2 يعني شفناها في البوهم هو يتحدث على شخصيات يعني خيالية النص الثاني ده un phénomène naturel يعني ظاهرة طبيعية هي text numéro 1 هو يتحدثنا على الصلي وتحدثنا على الألوان تاع الشمس voilà text numéro 1 du recyclage des déchets يعني إعادة تحويل النفايات text 3 اللي شفناها هو يعودوا يحاولوا النفايات ويحاولوها إلى تاقة كهربائية أو تاقة حرارية voilà ديون ريفو scientifique pour junior هذه يعني شفوها هنا في في مصدر النص في النص الأول يعني هنا تجي text numéro 1 دا بوهم text pardon دا بوهم text 2 voilà للا لحنا رحي خطأ فقط أتدر voilà إحنا رحي خطأ يعني خطأ مطبعي فقط دا دا بوهم يوجد موضوع علمي هذا هو ما يخصي على الجدول ننتقل إلى السؤال الثاني ونقوم برده بكي نفهم أكثر النساء هل النظر إلى الشمس عن قلب هو خطر؟ يعني كما شفنا في النص الأول نعم هو خطر لأن أشعة الشمس ستحرقنا الأنسجات على العين وليل إجابة اللي رحي ندرول هالا justification تحام النص الأول سبرا معايا voilà la lumière du soleil est très forte et qu'elle risque d'abîmer les yeux de la personne qui fixe le soleil même avec des lunettes de soleil هذا يل إجابة فيما يخص السؤال الأول voilà زيدوا نشوفوا هنا سؤال الثاني quand apparaît l'arc-on-ciel متى يظهر قوس قوزح يعني كما شفنا هنا في آخر النص قوس قوزح يظهر بعد سقوط المطر وهو يظهر لأنه أشعة الشمس ستحرقنا الأول دونك إجابة تكون كالتالي لأنه أشعة الشمس ستحرقنا الأول لأنه أشعة الشمس ستحرقنا الأول التي تظهر في قطرة الأمتار بعدها يعني قطرة الأمتار هذيك كي تزيد تقيسها أشعة الشمس رح يتكون عندنا الناقانسيل يعني الإجابة أنا رح نخليها لكم مكتوبة كالعادة باش ترجعوا لها فقط هنا نشرح ونعود لكم الشرح حتى تفهموا مليح كيف يمكن لنا أن نعيد تحويل النفايات voilà أنا على الناقانسيل نصف الثالث voilà la plupart la plupart des déchets que nous que nous que nous produisons pourraient être brûlés en tant que combustible au lieu d'être jetés voilà هذيها الإجابة الثالثة يعني النفايات التي ينتجها الإنسان بخلاف المعادن والزجاج يمكن أن نحرقها يعني أنها تحرق وتستعمل كبديل للطاقة سؤال الأخير أذكر المهن الثلاثة التي ذكرها مالك حدد في قصيدته كما شفنا في القصيدة عندنا هنا المينور هو عامل المنجم عندنا البوشي هو الجزار وعندنا الانستيتيتور المعلم أو الأستاذ هذه هي الثلاثة مهن التي ذكرها مالك حدد في القصيدة بهذا نكون أعزائي التلاميذ وصلنا لنهاية درس اليوم نتمنى تكون شرح واضح وسهل عليكم ولا تنسوا أعزائي التلاميذ وأعزائي متابعي القناة تجدد الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكذلك المساهمة في نشر القناة من فضلكم بهذا أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة